بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث السلوي النهاردة هنعمل تجربة جديدة وهي عمل مراجعة هذه المراجعة اللي احنا هنعملها هتكون live يعني هنستضيف بعض من سمايلكم طلاب الصف الثالث السنوي على برنامج اسو وهنحل معهم انتحانات النهاردة وهنراجع ونشوف احنا توصلنا الى ايه بعد الفيديوهات اللي احنا عملناها والمراجعات اللي احنا عملناها يا ترى اسمرت وجابت بنتيجة ولا كان كلام كده وبس وتعالوا معايا نشوف زمايلكم ان شاء الله هيعملوا ايه معنا ان نلتقي بعد فاصل صغير جدا اللي غاية ما يدخل باقي زمايلكم الشاشة بينه كده عندكم؟ ايه 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 امسكي تمام تمام يميل خالص احنا هنقول اهو بسم الله الرحمن الرحيم ادي الامتحان الاولاني بنشكر شركة ماي فريند اللي هي بعدتنا الامتحانات دي علشان نشتغل عليها عشان تعرفوا المصدر من فيه طبعا الامتحان الاولاني بيراجع معايا من يونت 1 و 2 و 3 و شفكر 1 و 2 فانا طبعا قصدنا لاني فيها افكار جديدة شوية ونبدأ كده على طول choose the correct answer from A, B, C, R, D ونقول بسم الله الرحمن الرحيم طبعا اللي دخلت في الاول هايدي فهنبدأ معها مع اول 10 points العشر نقاط الاولانيين يلا يا هايدي بسم الله بداي نبر سي نبر سي طيب كلمة بسيط لحضرتك هنا في عندي ووز شايفها؟ شايفة ووز دي؟ ووز دي ده بربطو بي هيأتي بعده إما تصريف تالث للفعل إما ING إما صفة اللي موجودة عندنا أو اسمه طبعاً هنا تو إذاً هو عايز هنا صفة إيه الصفة اللي هتكون عندي؟ حد يرد من البقين؟ بيرمننت نعم بيرمننت دائم دائم طيب هتكبأ بـ تو ذات ما هي لو دائم هو ما كانش هو يرفضها؟ ما كملتش الجملة يعني طبعاً هنا دائم إذا رفضت أخذ الوظيفة أخذ هذا المرتب ليه؟ قال لي هذه الإجابة الصحيحة الموجودة عند حضرتكم اسمها هنا معنى بيساوي كلمة similar to يعني إيه معناها؟ يعني معناها مشابه أو مماثل والمرتب اللي اتعرض علي كان يعني يشبه المرتب بتاع الدكتور اللي لسه الامتياز يعني أنا خلاص أنا كبرتك بسو I refused to take the shock يعني المرتب مرتب صغير جداً فلذلك I refused هذه من ضمن الحيات الجديدة اللي عندنا اللي هي كلمة comparable طبعاً زي similar to comparable to كلمة similar to يعني مشابه اللي خلي بال حضرتكم هذه أول واحدة number two my father isn't here he is excellent فعلاً he is دي إيابة صحيحة هو طبعاً isn't here he is in the office تمام طب ممكن الناس هتفكر طب نحنا ما خدناس هي دي بتمسوا لقعدة has been ده هنا present simple مدرع بصير استخدم verb to be في present simple مش طبعاً مش قصدي كده اللي هو يعني امشي على ان يقعد علي يعني انا مش شيت بالفهم ما هو الفهم اجمل حاجة يعني انت عمشي مع حضرتك لو قلت had been او has gone او has gone had و has كلهم دول هتلاقي المفروض ان يزهبا لابد ان يأتي بعدهم حرف الجر ايه two انا عايش حضراتكم كلكم يكون المايك بتاعكم مفتوح اللي هنرد كلنا يعني مش يعني زميلتك مثلا ما عرفتش كبير انت هترد على طول لكن لو بصينا هنا هلاقي مفيش تو تمام فلذلك ولا واحدة من اي ولا بي ولا سي ممكن تنفع number three تمام اه the critical situation اهو انا ترجمتها بسرعة شانا مكنتش فهمها ها هتبقى c هي فعلا الاجابة الصحيحة number c معناها هنا ايه يطلب او يتطلب immediate action يعني تصرف ثوري تصرف يعني الموقف ده اللي قدامي ده يتطلب مني تصرف او فعل ايه ثوري immediate يعني كلمة immediate immediate تمام كويس that's just a next week خلي بالك مني خلي بالك مني just add this time بس امت next week will be will be excellent فعلا ده بنسميه future continuous يعني احنا اتفقنا اول ملايك كلمة this time لو this time وفي الماضي بستخدم past continuous يعني ماضي مستمر this time ومعها مثلا present او يعني add the moment يعني او now هنا بنستخدم معها present continuous لكن add this time وستخدم معها next يعني استخدم معها المستقبل يعني زمن محدد في المستقبل فبستخدم المستقبل المستمر اللي هو بتركب من will be زائد الفعل مضاف له ing تمام I have already تمام فعلا ايه يمكن الكلمات عندكم تكون بسهلة شوية ان انا ارفقت فعلا الملف الى الايميل براف ركز في دي والنبي زمن 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 الخدامة اه don't take في عندك ايه هنا في النص until until يأتي قبلها ماذا بسيط منفي اه ماضي بسيط منفي يعني بس simple and negative بتاخد ايه didn't take ها didn't take didn't take احنا اسمعناها منك حي غير كده didn't take لا او انا قلت number قلت number b تمام didn't take until يعني لم ترتاح تابعا ايه تمام ايه تمام ايه كوستومس اللي هي كلمة فعلا كوستومس اللي هي يجب معناه عادات او التقليد العادات والتقليد نا العادات ناشي تمام while was flying while was flying while was flying we were flying تمام nine اه 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 13 diseases طبعا انها المبادات الحشرية والامراض الحالية هناك بينهما number b association يريد تسرعها شوية طيب تعالوا يعني قبل ما اترك هذه النقطة اللي هي number six شايفينها دي شايفينها لان في اجابة تانية ممكن تنفع في اجابة تانية ممكن تنفع wasn't take no wasn't taken دي باسف يعني عارفين ممكن هو اه اه ايوه نعمة تاخد ايه wasn't take فعلا ممكن ممكن هو دي لو مش هو طبعا نفروض ده يعني خطأ في واضح هذا الامتحان انه didn't take يعني كان ممكن تنفع مكانها wasn't take ودي ممكن من الحياة الصعبة شوية يعني هو بيقول انها سوف لن تأخذ اجازة اه وراحة لحتى تنتهي من هذا الكلام لك احنا مشينا على الموجود وخدنا الاقرب للمعنى ما خدتش الغات ما خلصها خلي بالكم انه ممكن يلعب معاكم بدي انا شفتها في احد الامتحانات بقى نمبر 10 اخر واحدة هايدي انا شفتها في القاعدة بس مش فكرة اشفتها فين اه ادور عليها واجب الحمد لله نمبر 10 نعم رقم 10 ايه معنى الجملة رقم 10 ايه رقم 10 ايه اه 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 ايوه اوال تير اوال تير اوال تير طيب ده انا استخدام من استخدامات وانه هي اه قرار سريع فعلاً قرار سريع، برافو عليك نبدأ بعد كده لدخلت التانية مين نعمة يلا يا نعمة Our trainer is quiet, strict اخترتي Strict Strict أخذ strict ولا enthusiastic لا, strict لا, strict لأن هنا طبعاً enthusiastic هنا عايزة مع حرف جر لجال في النصف لدينا متحمس لكن strict هنا بمعنى حازم أو صارم لكننا نحن نحبه لكننا نحن نحبه تمام؟ My next Saturday My third هذه الحتة اللي هتقولها نعمة شايفين اللعبة كلها في دي في دي شايفينها دي؟ Bye Will have been rebirth ده زمن ايه ده؟ مستقبل تام هل هو طبعاً بسميه future perfect بس فين؟ بس فين؟ بس فين؟ يعني في المبنية للمجهولة علي صوتك نعمة عشان احنا بسجل عشان زمالك يعرف طيب My mother My mother هتبعاً سوكت سوكت What's the meaning of sokt? يعني 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 نقعد ناشي تمام؟ رمبو 14 علي has just gun has just gun تمام تمام ده بريزنت ايه ده؟ بريزنت بيرفكت بريزنت بيرفكت نوف شوية طب ليه حضرتك طبعاً ما اخترتيش had already gun هنا ده ماضي ماضي التام ده اه الماضي التام ده حدث اول لابد كان ان يكون معه حدث ثاني في الماضي البسيط لكن عند حضرتك هناك كانت تمام؟ مستند تمام؟ اه structure speed limit enforcement ايوه؟ تبقى reduced فعلاً هي طبعاً هذي قوانين تحديد السرعة دي عملت redused يعني قللت عدد اللي هي احداث او حوادث بتاعت السيارات كلام كويس watch out the body the baby the baby is going to fall watch out خلي بالك يبقى ازم ده ايه ده؟ something is about to happen يعني؟ شيء على وشك الحدوث فاخترتي is going to fall تمام is going to fall كلام زي الفل تمام؟ our chicken our chicken our kitchen ايوه؟ المطبخ بتاعكم if equipped with all the latest gargit gargit تمام gargit كلام زي الفل عرفك كلمة gargit يعني؟ الآلات الصغيرة المطبخ الصغيرة تمام؟ 18 what what have you done what have you done have you done ليه طيب؟ عشان بعدها هنا قبل سنت بيجي مدرع تام وبعدها مضي بسيط excellent تمام present perfect و بص سيمبل كلام زي الفل تمام؟ people 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 who have a routine routine الناس اللي عندهم routine تمام؟ last one تبقى I had not tried hadn't tried had not تمام؟ ليه طيب؟ عشان هنا بي بي فور تمام وقبل بي فور؟ نيجي ماضي تام باست بيردفت وبعده؟ بعده باست سيمبل باست سيمبل اللي هو ماضي بسيط ونشوف علياء مستر معاك we we will notify you as an as tickets as tickets become available available تمام؟ يعني تبقى هنا available هي تكون متاحة ومتوفرة كويس she was doing her homework when 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 طبعا دي قاعدة ايه دي فعلا هي ايجابتك ايه صحيحة اللي هي هنستخدم when هنا في النص يبقى قبلها past continuous وبعدها past simple علي يا مستر نعم طب ما ويل بتبقى نفس القادة ايه هي why 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 لا انا بتكلم على سنين نفس القادة يعني ان ممكن نحط هوايل مكان هون هون لقيتها كده في الكتاب لا عند حضرتك هنا هوايل اللي حطيت هوايل كان المفروض رجم من التين دول جوا معكوسين لان هوايل بتستخدم بعدها ماضي مستمر بس ماضي بسيط لكن لو كان الاتنين ماضي مستمر كان ممكن استخدمت هوايل اه ماشا ضبام علي 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 لو اخترت Braun لage عشان هو الفعلي يعني انا اللي هميني شايف اللعبة كلها على دي اهو. شايفين دي? خطة. بتاخد ميك ولا دو? ميك. اه? ميك. ده نعمة ولا معانا في الخط? لا معاكم. ميك. ازا احنا هنا خلاص. لغينا الجزئية بتاعت سي. ولغينا الجزئية بتاعت اي وبي. اللعبة معايا في سي ودي. القاعدة بتقول ايه? هناك الكلمات الدلة الكي ووردس الكلمات الدلة على المضارع البسيط. الكلمات الدلة على زمن المضارع البسيط. مالها يا عم الكلمات دي? قال هذه الكلمات الدلة تأتي بين بين الفاعل والفعل. ادي الفاعل علي و ادي الفعل ميكس. فهي استخدمت نمبر. اه? زي ما اتكلمت معايا لو حد مركز. اختارت نمبر دي. وغالت اولوز ميكس. تمام? طب حتة كده برضو ايه للشهرة يعني? طب لو بدل اولوز دي استخدم نيفر. هتبقى نيفر ميكس هتبقى ولا ميكس? نيفر ميك? وقعتك يا نعمة. هتبقى نيفر ميكس زي ما هي فاش مشكلة. لكن لو انا استخدمت مكان اولوز دي استخدمت. اه يا باتي. اه شفت بقى انا حم اعرفك كنا هتبقى هتبقى فيها وديك وقعت اه. اه 24. انسينج زا فاير زمان اه ووز كولنج. يا سلام. لا لا معلتك ثواني يا مستر صار يعني كولد معلاش كولد اهو كده اهو كده اه يعني هو انسينج بمجرد انه يعني رأى انه راح ان الفترة الزرمانية بين الحدثين قصيرة جدا على طول كولد زفير بريدش اللي هو طبعا ايه اللي وعقولنا عليهم الناس بتوع المضاف عادل عادل لفظ ويند احد الرياضي ايه اه 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 يشوف او الكبير انسوسيازم اه اه انسوسيازم اه اه اللي هي بمعنى متحمس هنا الحماس نفسه الحماس الحماس ايه ماشي انا اتس اه لونج دايم دمام لقد قمت بتصريف التاني في التصريف الثاني عندما قمت بتصريف التاني في التصريف الثاني يعني يحملق التاني واحدة اللي هو ايه معناها حيرة وارتباء مرافو عليك يا علياء تمام ماذا كنت تفعلين ماذا كنت تفعلين ماذا كنت تفعلين وبعدين هنا استخدم ماذا كنت تفعلين ماذا كنت تفعلين ماذا كنت تفعلين تمام كمان سبرافو عليك ماريا فرس تيروت بايمز هونشي ووز اكسلانت تمام هونشي ووز طبعا وفي ناس منطقة ووز مش مشكلة هنا استخدم فيرب تو بي كفعلة اساسية سنة تلتا استخدم فيرب تو بي كفعلة اساسي علشان ما نيش نلخبط في الناس ده ما استخدمش البس في بتاعها ولا نستخدم الايه لانو اذا كان فيرب تو بي فعلة اساسي بنستخدمش شغل الانجي قرأتوا قطعة ولا نقرأها تاني لا اريدها نقرأها Being a journalist is not an easy job In fact there are many risks that a journalist has to take In order to succeed in covering certain events The risks involve being threatened with this By people in authority الاصوريتي اللي هي السلطة بعان Or wealthy businessmen Some journalists cover life's readings Even such forest fires, wars and hurricanes Editors of newspapers and magazines often go to extremes to provide Their readers with an important facts and statics Last year a journalist had been instructed by our knowing magazine To write an article on a president's palace in a new America New Africa public When the article arrived The editor read the first sentence And then refused to publish it Publish it The article began Hundreds of steps lead to a high war Which surrounds the president's palace The editor at once sent to a journalist a fax instructing him Find out the exact number of steps And the height of the wall The journalist immediately set out To obtain these important facts But he took a long time to send them Meanwhile the editor was getting impatient For the magazine would soon go to press He sent the journalist two more faxes But received no reply He sent yet another fax Informing the journalist That if he didn't reply soon He would be fired When the journalist again Failed to reply the editor Published the articles As it had originally been written A week later The editor at last received a fax From a journalist Not only had the poor man been arrested But he had been sent to prison as well However he had at last been allowed to send a fax In which he informed the editor That the article he had been Had been arrested While counting the 1,084 steps Leading to the 15-foot wall Which surrounded the resident's palace Or had to capture his hiقد What's the & war He could say What's the ado The trailer I was saying Now I believed I thought That's why Who could say What's What's Mungkin I could say But it's Al Absurd طيب فضالي. اه ان الصحفي يعني فيه مخاطر في شغله. كويس تمام صح. بس بي? عندي كنعمة تاني اجابة? لو اني بحاول فكرة ترجمة. اه? الصحفي فيه مخاطر يعني بتوجهه زي مسلا انت تتضمن المشاكل دي اه تهديد من من الناس اه اللي عنديهم سلطة والناس الاغنياء رجال الاعمال اه وهو كمان اه بيغطي الاسواني. فعلا احداث ايوة تهدد الحياة مثلها? اه مثلها اه حرائق الغابات. ايوة. والحروب والعواصف. تمام. طيب وهي ايوة تبع عندي نجمع احصار يعني. فهو اداني 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 مسال اداني مسال اداني مسال للمصاعب اللي هي بيواجهها الصحفيين اه احد المحررين ارسله فين اه في مهمة لكي يكتب مقال. تمام? لكن قبل ان يقول ذلك هو اه بيديني حتة مهمة بيقول انه بعض الناس يعني بيبعثوا معلومات يعني يعني ما لا تهم القارئ في شيء واستكت والاحصائيات يعني وبالرغم ان هذه الاشياء ممكن يعني توديف داهية. فهنا هو بيتكلم بيقول انه اه فيه جورناليست دلوا اوامر انه طبعا فيه الجريدة اه مشهورة يكتب مقال عن قصر الرئيس. ده فين ده? فيه جمهورية افريقية جديد. طيب. طبعا وصل المقال عمنا المحرر ما عجبوش الكلام ده. قال انا بابلش ايت مش هارفه يعني رفض انه هو ينشره. زي ارتيك لانه بيقول له انه الورد كاتب كده بيقول مئاته من السلالم يعني تؤدي الى جدار عالي يحيطه بقصر الملك. المحرر قال له طيب انا ما انا عايزك تقول لي يعني اه تديني العدد بالزبط عدد السلالم دول كان. وارتفاع الجدار كان. خلاص? اه طبعا اه في اللحزة دي المحرر يعمل ايه? رجع تاني? وبدأ بقى يعمل فبدأ وهم يبعتوا له فاكسات رد 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 ما ردش عليهم تاني. اتباح بعد فترة طبعا قالوا له لو انت بدأ التهديد لو انت مردتش تاني احنا هنفصلك. فبدأ يرد بقى بعد فترة طويلة كان فرصة واحدة دوله فرصة ان هو يبعت فاكس. اتضح انه اخينا وهو بيعد في السلالم بتاعت الرئيس. طبعا عددهم الف اربعة وتمانين سلمة. اتقبض عليه. ودخل السجد. وقادي كانت النتيجة ان هو تبهدل من اجل معلومة غير مهمة ولا تفيد انسان باحد او بشيء. تعالوا نشوف الاسئلة اللي موجودة عندنا. وعندنا ناخد الاربعة دي كل واحد. نشوف نبدأ تاني بهاي دي باول واحدة. what happened to the journalist? ايه هتبقى نمبر بي. نمبر بي اللي هي بتقول فعلا he was caught by the police. اتقبض عليه من البوليس. كلام تمام. وصبع النوع التاني معانا يا نعمة. which of the following is true? عارفين يعني معناها? يعني دول دول حضراتكم كلهم. ها خطأ معادة؟ مين اللي صح فيها؟ واحدة بس. نمبر سي اتبقى is the journalist that was sent to prison for not getting the facts. دخلو السجن علشان هو ما قلش الحقيقة؟ لا. ايه. is true. يعني واحدة بس ياللي صح. المعلومة دي موجودة دخل. نمبر دي. نكس دي فعلا هي دي. هي دي. نمبر دي. اللي هو القبض عليه هو counting the steps كان هو بيحصل عليا which extra information was the journalist asked to opt in يعني يحصلوا عليها حتبقى see the height of the wall تمام اجابة صحيحة excellent why was the editor impatient impatient يعني مستعيل يعني غير صادر number b number b عشرة كانت القريدة تتنشر او حاجة زي كده حتبقى d he needed faxed اه طبعا هي فعلا he needed لأن الحقائق اللي هو محتاجها لم تصل موصنتش وكانت الجريدة تتنشر او مجلة تتنشر طيب the underlined يا هيدي the underlined word it refers to number 2 الجملة اللي هو اراها الاولى نا ارتكل طايف تعود على على الجملة مش هينشر الجملة ولا مش هينشر ايه انا رجعت لها كزا مرة انا في الاول قلت ارتكل بعد كده قلت اه 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 بص كده اه بيقول هنا اه 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 بعد ان قرأ اول جملة رفض ان ينشره المحرر قرأ اول الجملة منه ورفض ان ينشره اهم هينشر مين المقال الارتكل تبقى لما قاله المحرر في مدى الحالة من المحرر يجب على العمل؟ خطعة. ازاي? ده او ده اول امتحان. ما يا مستر عشقيني امتجعني من الموبايل حلت الاختر وبقى الحاجات بالعافية وقلت هصور الملزمة يعني. طيب خلاص احنا هصور الملزمة ونديها لحضراتكم تشتغلوا معاها انت في الجيد. اه? نعمة. انا مش عارف ان انا كتبقى صحة ولا غلط. قضالي اقولي احنا ما لديش مشكلة. اه فعلا يعني ايه دي الاجابة الصحيحة. if he didn't get the required information. if he didn't get the required information. اه الاجابة تحت هي. شايفينها? او 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 دي pessoاية الشمسة إذا لم يحصل على المعلومات المهمة نعود مرة ثانية Where was the journalist asked to go? طلبوا منه يروح فيه He asked that to find out where is it in the place? He liked the number of the steps and the height of the wall Hold the wall بتعمين البلد الهما بعتوا يروح لها البلد الهما بعتوا يروح لها شايفينها اهي اه اه دي اه دي الاجابة يعني هي دي طبعا وير قالوا تروح فين يعني هنا في اللحظة بي نشوف هو السؤال اللي عندنا where يعني المكان what was the journalist asked to go قالوا تروح فين مش تروح تعمل ايه تروح فين لو وصلت للبلس للقصر بتكملي لغاية الاخر تكملي لغاية الاخر اهو يا مستر نعم يعني بريزنط بلس 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 تكملي جو من لغاية الاخر بلس بلس تكملي جو من لغاية الاخر اجبتك نقصة يعني عجبيها من الاول لغاية ما تصل لغاية هنا من شخص من شخص ملتك نقصة ملتك نقصة زاد جورناليست فيه مخاطر بيواجهها الجورناليست الديني ثلاثة منهم كانتهم نعمل او انتوا فاكرين ملتك نقصة ملتك نقصة يعني هتلاقي كل لغاية هنا هو دي كلها بس كده بحاجات من عندي مش يعني طلعتها في ثلاث نوقات وده افضل وده اللي انت عملتيه هو الصح اللي انت عملتيه ده هو الصح اللي انت عملتيه هو الصح وقادي الاجابة اللي احنا كذبينها هنا هو number nine اللي انا علمت لحضراتكم عليها اهي اللي احنا تكلمنا عليها من شوية تمام تعالوا نشوف كمان السؤال الاخير عشان الجلسة هتنتهي في دقيقة ديو سينك زي اكترا اكترا فاكتز زي اديتور اسكت فور وير امبورتانت يعني اللي طلبها فور وير امبورتانت ده هنا طبعا زي ما اتفاجنا كريتيكال سينكين ده بيسألك عن رأيك هل المعلومات اللي طلبها اخينا المحرد كانت مهمة هواي او هواي لا لا ان انجليش لنيوز بيربرز ريدرز اللي هو قارئ هذه الجريدة اللي احنا بنتكلم عليها وهنلاحظ دائما لما نقرأ هذا الكلام لان انا مش عايز اخش على جي السؤال اللي بعده لان الجلسة هتنتهي وهنكمل على طول زي ما تعودنا عندما القراءة في هذه القطعة اللي احنا بنتعامل فيها زي ما شفنا من شوية ان حضرتك محتاج انك انت تقرأ القطعة كماما لما وصل هناك مالجيش حدي مستنيه لماذا نمبر سي مين الهياب كلنا من جيب ما بعد ناس يعني اخترت ايه هايدي سي ازي هاد ارائفت لنوصل ايه انا ورد ايه ريال ساعة مبكرا ارليار نمبر او because she over head what's the meaning of overhead overhead that's the ultimate the old woman I was a woman the king of Britannia was almost a stranger because stranger he had always lived abroad he had always lived abroad what was Rodolfo Rasendil skilled at skilled what's the meaning of skilled Maharat Maharat Riding a horse and using a gun تمام فعلا Riding a horse and using a gun هنا طبعا حضراتكم انتو عارفين السؤال ده نجاوب على اتنين من ثلاثة بس احنا هنجاوب على الثلاثة كده بالشفر حسنا The inkkeeper and her daughter were different يعني السؤال ده زي ما انتو عارفين حضراتكم هو عايز يقول ان الاثنين لهم رأيين مختلفين اهو مش مختلفين يعني واحد طويلة والتانية قصيرة ولا تخينة ولا رفيع لا هو طبعا بيفسط بها اللي هو الافكار اللي جاءت في القسط حاول مثلا The inkkeeper didn't like the king because he didn't صح اه اكثر تمام ماشي صح didn't look after look after look after look after بالناس يعني اللي في المنطقة بتاعته يعني كلمة الناس سبيب والماشي ماشي طعب لكن مين اللي هي مين اللي عايزة انت قلت لي اللي هي ما بتحبش بتحب الملك ولا بتحبوش لا انا قلت على امامتها امامتها طيب طبعا هنا اللي هي يعني بتساند من اه طبعا لكن التانية بنتها اللي هي ايه دوتر دوتر اجابة صحيحة وهدي كل اختصار بتاعها بعد من حلت ثلاث اسئلة روز امرأة عملية دو يو اجري يعني هنا يعني بدتك معلومة انت موافق تقول لي ايوة مثلا او لا يجب تديني سبب لهذه الاجابة كمان عشان اطلق بكتة روز دي اللي هي مين مرات اخوة مش فليفيا دي روز مرات روبرت اخه راسم ده اه اه طبعا ايوة عملية طب يعني ايه يعني نورت المحكمة كده طب فهمنا احنا اقول لك ليه سواني تفضلي اه عشان اه محبتش اه عشان اه عشان عشان ندي من الزكام انا عايز انجليش بيكوز اه 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 يعني اقولها الاول براها ما جمحه وبعد كده نحول ما باضينا تفضلي اه يعني هي حبت ان اخو جزهة مايبقاش احد معه في البيت يطلع اشتغل او كده اه يطلع اشتغل طيب يلا اني انجليش عملية او نياس اي اجري انا موافق ليه؟ بيكوز هي طلبت يوباش هي اسكد راسند اه اسكد راسند ايه اه تهاف اجوب تهاف اجوب او تو دو اه يسفل اه تمام يعمل حياتنا تمام طيب ده من وجهة ايه طبعا عند طريقتنا احنا من وجهة نظركم من وجهة نظركم معناها استغلى من وجهة ازاي بقى استغلى ازاي استغلى بوجهة طب ايه هي الويكنس نقاط الضعف بتاعت اخوه بيحب الاكل وكده اردت الاكل يبا هنا ايه 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 الافز فود تمام عمله استغلى عمله ايه يسنت اكيك فور هم اه انزا عايز عايز صفل كيك ده عايز صفل الكيك ده بويزنس كيك. تمام. طب ليه? ادالوا بويزنس كيك ليه? بويزنس كيك ليه? او طبعا علشان كمان حقيقة ممكن يمنعوا. عشان ما يخلوش يحضر الايه? تعالوا بص كده حضراتكم. ادي الاجابة اللي احنا الانكيفر انتكت مجدد الدوك مايكل و اردتها انتكتون الى روكو. لماذا انتكتوني لديك المنزول؟ نعم انا اتفاق لأنها راسندلل تجعله امامة 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 لابده في المحطة المحطة يعني ده سيبب تاني كنتم مقلتهوش بس احنا هاجبنا لكم هو عارف ان اخو بيحب السيد فبقال له تعالى يقعد استطاع طيب وعندما يتوقف لأخذ العرش منه الإجابة التي قلتها هي الإجابة التانية هي نعلم أنه أخوه أحبت الكثير لذلك يسعى له بعض المسكين لذلك يسعى له بعض المسكين لذلك لا يمكنه أن يدعي إلى المحطة حتى يحضر المحطة أوكي تعالوا نشوف الديالوج الديالوج اللي موجود عندنا ست فراغات خدتوا بقى فراغات فضل يا معلق هي الأسماء متبدلة أيوة صح أيوة الأسماء متبدلة الأسماء مين هنت عارف عندي معاهم المتحدثين ينا في الديالوج يا مستر ممكن أمين أمين رايح طبعا قسم البوليس بوليس مان بوليس سير أنا أمين 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 ريال فيكس أنتو حلين؟ يلا يا عالية عشان عارفك بتحب الديالوج أنا ماشي مستر ماشي مستر بليس سير امين ممكن تساعدني ممكن تساعدني في الشيء ممكن تساعدني هيا يمكنjet تساعدني ممكن تساعدني امين انا ماشي معاك امين ركزوا معايا عشان انا ايه ان اتضرب عافية شوية تمام كده آه تمام تمام خلص خليها حمرى عشان آه تمام آه بط بليز stop crying and told me ما تغيرت خليها غير لجاية ثاني told me but please stop crying بطل يا عم تكي وتعيط وقلت له ايه با لجابة and told me what happened تنفع told me اخبرني told me يعني اخبرني tell me tell me آه tell me معلش آه معلش عشان ايه الصيام عامل شو يبقى حضرتك هنا يعني هتستخدمي عندنا هتقول ايه tell me صح كده اهو آه تمام tell me ممكن اخد كمان اجابة what اعديك واحدة ثانية او من عندي اجابتك صحيحة بس عايزين نزود what is that what is the the matter the matter بس لازم احط the verb to be في الاخر what is the matter is يعني ممكن حضرتك تقول لي مثلا what is the matter is يعني ايه 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 اللي حصل بس لتبسلاني هو حطت نقطة عادي احنا هنكتب سؤال لا ما دامش 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 سؤال ايوه دامش سؤال دي جملة عارفة لو قال what is the matter خدت بالك هايدي فاكرة لما كنا بنحول في الكلام المباشر والغير مباشر ايوه ايوه يعني ايه طبعا هنا طالما حضرتك ايه بدأتي ايه بالفاعل وبعدين الفعل المساعد يجبلي اصبحت جملة يعني حولنا السؤال الى جملة ايه السعر حسنا يا سيدي هيحكيه له بقى مايصان مايصان كدناب ايوه بوس تمام برافو عليك اللي هي اه كلمة ايه كد ناب اخطر اه بيقول له هنا ايه يعني ايه المشكلة اللي عند حضرتك ايه استاذ قال له ما عليش والله ده ما يصنن ايه كدناب ماشي عم وين دت زي سابن ان ده افترنون هو ايه وين دت زي سابن ان ده افترنون وين ده ايوه وين ده ايوه ميك شور ذات يوس كدناب طب انت هالي استاذ اللي جا تعيط عندنا انت حضرتك عرفت ازاي انه هو كدناب عرفت ازاي هقول هقول زاسيف وين ده وين ده ازاي وين ده ازاي وين ده افترنون اه يعني صح فعلا انت فوه فوه يعني انا ممكن الراجل اللي خطف ده بنسميه ايه اه كد كدناب اه ايوه كدناب اه هو ايه ارا هي كدناب عمله ايه هنا فوند فوند يعني فوند مي يعني اتصل بي مش برضو يا مستر هل ده مي معناها اتصل برضو اه يعني احنا بس ايدي احنا ده اتصل يا عمى خلي بالك عايزين ناخد الحياة اللي ما فياش واحد اتنين ما حدش يقلي برانة تالي يعني ممكن تل مي اه اه او ممكن سنت مي ارسللي اي حاجة يعني مش اه اهم حاجة تبدي المعنى لانه زي ما انا بقول لحضراتكم ده مش كتاب مقدس على اساس ان الامسل ممكن كل واحد بيجاوب بطريقة بس تلدي نفس المعنى في الاخر هنا سؤال في نمبر 5 he said if I wanted to get my son back I would have to pay a رانسم يعني هنا عندنا تدية اه او ممكن اي تاني اللي قلت يا من شوية what what did ايوه he say وممكن اي تاني ممكن say صحيحة طبعا وممكن تختخد الكلمة اللي انت قلت هالي من شوية tell you فكرها يعني ماذا اخبارك اوه نعم يعني يعني لو قلت say يقول مش هستخدم you لو قلت say مش هستخدم you ايوه لو قلت tell هستخدم you تمام he said if طبعا قلناها دي اه do you have any any missir عندك اعداء no i don't but i am a wealthy business man and the kidnapper must be greedy for my money for my money don't worry say i will do my best to rescue your son اه طبعا هنا اه فعلا 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 اجابتك صحيحة we will زي ما انت قلت تمام do 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 best ايوه to rescue اه اه لو هتكلم على الولد زي ما انت قلت كده to risk ننقزه طب لو احنا كمان اه ممكن نستخدم catch him لو استخدمنا كلمة catch him يبدو بنتكلم على مين على الحرارة اهو كده يعني ممكن نستخدم اهو اجابة تانية غير اللي انتو حضراتكم قلتوها اه to catch him او reach him دي الاجابات برضو كلها شبت كزا اجابة وكلها اجابات صحيحة حضراتكم اه قلتوها طبعا انا بدي السؤال ده يعني حقه شوية لانه اه بيحتاج من حضراتكم تفكير انك انت تكون واخد وقتك في التفكير اهي الاجابات كلها موجودة قدامكم اهي على اساس ان الناس اللي تسمع الفيديو ما توقعش تدور على الاجابة مرة ثانية وان كان انا برضو اهي موجودة عندنا اهي شايفينها اهي ادي الاجابة اهي اهو ادي الست نقاط اللي احنا بنتكلم عليهم عندنا اه طبعا اه فاضل معنا في الامتحان لو خدت لبقكم نشوفوا احنا يعني الطايم اللي احنا اخدناه في حل هذا الامتحان اخد مننا وقت كافي يعني وقت كفية عشان نقدر نعمل الحكاية دي اه تعالوا طبعا الترجمة تكون من اسهل ما يمكن يعني اه نبدأ كده عندنا بنعمل نهارده مسمعتهاش كتير الاطفال الذين يجدون معظم اوقاتهم في مشاهدة التلفاز اه يعني يكون يعني بص هو ادي لهم كم صفة ثلاثة ادي لهم ثلاث صفات طبعا الصفات اديها لحضراتكم جدامكم انا طبعا مش هتالى هشيب حضراتكم اه تفكروا فيها بقى لو انتم فاكرين انا بتهالي اديتكم الترجمة دي قبل كده لا اخدناها عاقيد طبعا هتقولي ما اخدناها اش ليه نحن هتترجمها نعمة يا مستر ها هتترجمها نعمة كمل يا نعمة يلا كمل يا نعمة اهو بالتعمك اهو زعلان عليك يكونوا اهو كسالة وابيس الاسوأ في المدرسة لا اوبيس هنا معناها ثات ثم لا ايوه اه يعني مكالبزين تخان اه واسوأ في المدرسة اه طبعا يعني الاطفال الذين يخضون الكثير من الوقت في مشاهدة الفاز غالبا ما يكونوا كسالة ومصابين بالسمنة واسوأوا في الاداء المدرسي او الاسوأ في المدرسة جميل يلا يا هايد انت بتعز الترجمه يا مساهد بس ده الانسان ها اه العديد من العناصر البيئية والموارد منذ وجوده على الارض يعني انت تفتريها على انها ايه يفسد يعني صح؟ احباء الله سبحان الله ها يعني هنا استخدمتي ان الانسان افسد ها اذا نستخدم ونستخدم لقد عشان عندي مضارع تاب لقد افسد الانسان عناصر بيئية كثيرة او عناصر ومصادر اسف عشان فيه كلمتين موجودين عندنا لقد افسد الانسان العديد من العناصر والموارد الجائية والموارد والموارد الجائية صح منذ وجوده على الارض منذ وجوده على الارض منذ وجوده على الارض طيب يجري العلماء المصريون ابحاث هامة جدا في مختلف المجالات ايسان اجابي انا اذا اجيبش لان اجابي نه فضلي دائما اجابي々 الجهاز كايان الذة INEIT ف fame ام انا يعني كان الدري Vancouver يعني الكلمة دي احنا هنا يعني بد نجمحهاش لكن احنا اجابة صحيحة لقد احدثت التكنولوجيا الحديثة مضارع تام مستمر مستمر طيب ليه؟ متى يستخدم زمن البرزنت؟ يعني بدأت ولا تزال؟ لما استخدم هو طبعا حددلك الزمن قال يجري بيتكلم على سامسينج هنا زي العادة الموجودة الان يعني بتكلم على حقيقة بيقوم بها هؤلاء العلماء المصريون لكن ما قالش لقد اجرى لقد اجرى بس في الامتحان طبعا اعني انا اتمنى على شفحية الجراماتيكال بوينت دي محدش يوقفك عليها فيعني افضل انك انت تستخدم البرزنت سيمبل او البرزنت كونتينوس الاتنين ينفعوا هنا ممكن اقول كلمة do ممكن اقول are doing الاتنين صحيحين طيب الاقاد احدث التكنولوجيا الحديثة تغيرها ايه في حياة الانسان في العشرة الحديثة اعني ماذا يركبYoR Entre indicative هي اى ها. هيندة إسم تلدي اكتباك امها بعدها لا يفعل اقول double لا اه اها. عضل غير انفس النابة من الناس في وقت تمام فعلا الي بسح надكم هذه الترجمة اللي احنا اتكلمنا عليها الأطفال الذين يعانون أو اللي يأخذون الكثير من الوقت في مشاهدة التلفاز غالبا ما يكونوا كسالة ومصابين بالسمنة وأسوأ في الأداء المدرسي أو الدراسة لقد أفسد الإنسان العديد من عناصر الموارد البيئية منذ وجوده على الأرض وأدي اللغة الإنجليزية موجودة قدام حضراتكم وطبعا كل واحد يعني يحدد نفسه إياه طبعا في براجراف احنا سايبينه وقمنا ده لكل إنسان ايه ياريت تكتبوه تبعطهولي طبعا في التعليقات او تنزلوه في الجروب احنا هنحاول نشوفه كده مع بعض ان شاء الله اشتركوا في القناة